لك عشان تربط نفسك برقم الموضوع لود نفسي بشع ودي من أخطاء ضاية الشائعة لما تيجي يجي لك العميل في العيادة يقول لك يا دكتور أنا عايزة أخص 20 كيلو في فترة زمنية معينة تمام؟ عايزة أوصل لرقم معين في وقت معين خلاص يا دكتور اللي يتقل قبل الهواء بعد إذنك؟ ما يتقلشه بعد الهواء لا فعلا فيه نسة فيه نسة فأنا أنا شخصين كنت نسة بس على الدكتور لو أنا عايزة أخص اثنين كيلو اثنين كيلو نصف مثلا في عدد أيام معينة هل ده بيتحقق فعلا ولا لا؟ ماشي فأنت لو أنت عشان تقدر تحط لنفسك الليمت الزمني ولمت الوزن فده لود نفسي زيادة ما بينعكسش بإيجابية معاك بصورة إيجابية أنت بالعكس أنت ممكن هتضطر آسفا تلجأ لطرق مش سليمة عشان تقدر توصل للرقم ده يعني أنت ما ينفعش أقولك أنت في خلال الشهر أنا دكتور بيخصص 10 كيلو لـ 15 كيلو في الشهر ما ينفعش ده علميا مش موجود أو تعالى نطبق مع بعض بتجربة العلاجية الفلانية عشان نقدر نخس عدد الكيلوات المعينة دي ما لهاش علاقة طبيعة الجسم ظروف فحوصاتك ظروف حياتك الاجتماعية بتصحق إمتى بتنام إمتى نشاطاتك كل دي عوامل بتأثر على فكرة نزول الوزن لو إحنا هنتكلم على نزول صحي لكن لو هنتكلم بقى عن نزول عشوائي ما أنا ممكن أقطع عنك إن شوية أسبوع هنزلك 2-3 كيلو مية هتتبسط واتقول الدكتور ده حاجة عظيمة جدا في حين أن أنا ضرعت الجسم في حتة تانية تروح لناس تانية ده كاترة بتمنع الدهون تماما اشرب لبن خل الدسم كل زبادي خل الدسم كل مسلوق كل مشوي ما تاخدش أي حاجة فيها دهون فبيقطع الدهون على المدى البعيد عندي فيتامين A وD وE وK اللي أربعة بيدوبوا في الدهون فالأربعة بازوا فهي الفكرة كلها أنت عايز توصل لإيه